أما من ودون ذلك فلا يشاركنا نفس القيام وبقدر ما يزداد اتصال الأقوام يشتد تفاعل الحضارات تفاعل الحضارات أن نتحدد تفاعل لا نعلم الآن من أي نوع بقدر ما يزداد اتصال الأقوام يشتد تفاعل الحضارات ويبتدئ هذا التفاعل بالمقارنة بين القيام الخلاقة لأعمال العمران البشري فإصدار الأحكام عليها إما بالاستحسان المصوغ لإمكان الاستنساخ وإما بالاستقباح القاضي بالتنحية والاستبعاد هذا التفاعل بماذا يبدأ؟ بين القيام الخلاقة لأن هناك قيام نؤمن بها يلا تخلق الحضارة الحضارة لا تخلق من القيام التي نؤمن بها ونعمل على تحقيقها واقعيا فتنبني الحضارة هذه القيام الخلاقة من سنفين إما أن نستحسنها فنستنسخوها وهذا ما يحصل أحيانا بيننا وبين من سبقنا نستحسنها ونستنسخها كما يحصل للضعيف بالنسبة إلى القوي وإما أن نستقبيحها نجدها قبيحة ونستبعدها وننحيها كما يحصل للعكس ضعيف يستحسن قيام القوي ويستنسخوها والقوي يستقبيح قيام الضعيف ويستبعدها هذا أصل ثابت أصل ثابت في تفاعل الحضارات وإن اللغة لأنه لا بد أن أربط كما كان السابق يربط بين الحضارة والعمران أربط أنا بين الحضارة واللغة كمقومين حضاري وإن اللغة كأحدى القيم الحضارية تمر في كل الحضارات بطورين اثنين أريد الآن أن أذكر نوعا من التفاعل اللغات البشرية كل اللغات البشرية لا بد أن تمر بطورين اثنين الطور الأول هو الطور الشفاوي لا تكون فيه مكتوبة والطور الثاني وهو حينما تكون مكتوبة يدول بها عمل الإنسان يقصو بها التدوين أريد أن أتحدث هنا عن نوع من التفاعل وهو الذي سوف آتي إليه وهو أن الذي حصل بين الحضارة العربية أو حضارة القرآن لا أتحدث عن الحضارة العربية عن حضارة القرآن أنه الذي حصل حينما احتكت بحضارة الأقوام في الأمصار المفتوحة من المسلمين استفادت لغات كثيرة من اللغة العربية فانتقلت من طور الشفاوي إلى طور الكتابي وهناك عشرات اللغات التي حصل له هذا العمر فكانت هناك استفادة هذا التفاعل أدى إلى سد الثغرات أن حضارة بعينها تكون في أحد مكوناتها أقل من غيرها فتسد الثغرة بهذا النوع من التفاعل الذي سوف أتحدث عنه في المبحث الموالي التفاعل الحضاري أريد الآن أن نتحدث عن التفاعل الحضاري الذي علونته بتدافع الحضارات أو تنوؤها الحضارات المتغيرة حينما تتفاعل تفاعلها يمكن حصره في نوعين اثنين إما أن تتدافع وإما أن تتناوأ ولذلك كما تلاحظون التفاعل الحضاري كمثله السياسي التفاعل السياسي بين أحزاب السياسية أو بين أحزاب السياسة بين الموالات ومعارضة وكذلك بناء الحضارات قد لا يخرج عن أحد النوعين إما أن يكون من قبل التدافع وإما أن يكون من قبل التنوؤ ليأشرح الآن التدافع أما التدافع فهو أن يراقب أحد المتقابلين الآخر أقرر وأراقب الآخر ماذا سيفعل هل سيسايد هل سيعارض ما درجة المعارضة ما درجة القبول ما درجة الرفض هذا هو التدافع مأخوذ من الآية الكريمة ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لا فسادة الأرض هذا هو التدافع وهو الذي يكون من ماذا أن هناك مراقبة حضارة تراقب أخرى من أجل استكمال ما في الحضارتين من الثغارات وهنا يحصل الالتقاء والتلاقي حضارات تتدافع بمعنى كل حضارة ترغب في أن تسد ما بها من الثغارات والنقص بالاستعانة بين الحضارة الأخرى فيحصل التفاعل ويحصل التكامل ويحصل السد الثغارات وتتعايش الحضارات وتتتكامل وتتفاعل إيجابيا ويحصل التقدم الحضارتين معا وتعايشهما معا دون أن يؤدي ذلك إلى استضامة أو إلى صراع هذا هو التدافع بين الحضارتين المختلفتين إذن التدافع فهو أن يراقب أحد المتقابلين الآخر ويترصد كلاهما ما يتخذ الطرف المقابل من قيم التدبير ويفحص جدواها ويحسب مرضودها ويقدر درجة الانتفاع بها حضاريا أو سياسيا ومن أهم ما يترتب عن تفاعل التدافع سواء كان حضاريا أو سياسيا يمكن إجماله فيما يلي أولا المراقبة الذاتية التي تقتضي بأن لا يجازف أحد المتدافعين بتفعيل قيم تجلب المضرة وتنفع المنفعة وتدفع المنفعة وإلا أعجل بإدخال الصرح الحضاري والنظام السياسي في طور الانحصار المنتهي في الغالب بالاندثار حينما وهذا ما يحصل حاليا ويحصل في الحضارة كل التي انتثرت وانقارضت حينما لا يكيم أصحاب حضارة وزنا لغيرهم ويفعلون ما يشاءون من القيام يعجلون باندحار الحضارة وبسقطها وسوف آتي بنماذج إن التدافع نافع للحضارات ولا يضره يجعلها تتعايش وتتكامل وتمنوا معا في خطين مدوازجين وها هنا يمكن أن نتحدث عن فهم الخاصية الثانية كما قلت هو انتفاع المتبادل يحصل انتفاع المتبادل الذي يستوجب من كلا الطرفين أن يطلع على الآخر واحد وأن يعرفه حق المعرفة كي يتفاد هفواته ويحفظ صوابه لا يمكن أن يشي ضرر حضارة تطلع على الأخرى وتعريفها معرفة شيدة ولا تتخذ موقف سافا ثم تفحصها وتعريف ما فيها فتأخذ ما فيها من الصواب وتترك ما فيها من الفوات فتنتبه ويحصل ذلك في الحضاراتين معا كي يتفاده فيضمان الانتقال إلى طور من التمدن أعلى ويصون البناء الحضاري أو السياسي من التصدع من الانهيار التدريجي هذا هو الخاصية الثانية في الحضارات المتدافعة ويكون التفاعل من قبل التدافع بين حضارتين بقاعدة واحدة متغيرتين ثقافيا متقاربتين اقتصادي وعسكريا هذا نوع من التدافع يكون التدافع والتفاعل من قبل التدافع بين حضارتين بقاعدة واحدة متقاربتين ثقافيا متغيرة ثقافيا متقاربتين اقتصادي وعسكريا وهناك نماذج يعني عينية يمكن أن نصدها في هذا الباب التفاعل من النوع الثاني في مقابل التدافع نتحدث عن التنوء الحضاري يقوم التنوء على انكفاء احد الطرفين على ذاته وإلغاء الطرف المقابل انا وبعد الطوفان هناك الكفاء على الذات وإلغاء الطرف المقابل وإن كان هذا الأخير الطرف الآخر هذا الأخير وإن كان منفتحا لا يعامل مقابله من جلس فعله هو الذي يحصل لنا الآن هناك إلغاء نهائي كفاء على الذات وإلغاء ومن المقابل هناك انفتاح وتعامل مع الطرف الآخر ليس من جنس فعله ليس من جنس فعله والإلغاء والانكفاء وطبعا هذا لعدم الاستطاع هذا كل حاصل لعدم الاستطاع لا نعامل لا يعامل القوي لا يعامل الضعيف القوي من جنس فعله لعدم الاستطاع وهو الذي يحصل الآن في الواقع هو هذا الواقع إذ ينشأ التناوء بين حضارتين متغيرتين قاعديا لهذه الحضارة قاعدة تقوم عليها قاعدة التمدين وللحضارة الثانية قاعدة الدين المغيرة متغيرتين قاعدين متفاوتتين اقتصاديين وعسكريين وغالب ما يتجلى هذا الضرب من التفاعل حضاري في الاستضامات العسكري المتقطعة حروب وفي دوام حرب ثقافية واقتصادية لا تنقطع ولا تهدأ على مر العصر عند أول نوع تناوء ليظهروا هناك صراعات عسكارية متقطعة في فترات ولكن دائم هو حرب ثقافية أبدية واقتصادية لا تنقطع ولا تهدأ هذا هو نوع التناوء بين حضارتين متغيرتين قاعدين وعسكريين وثقافيين وكلما قامت حضارة على قاعدة التمدين الإنسية هذا المنطلق كلما قامت حضارة على قاعدة التمدين الإنسية تهيأت بالطبع لأن تكون الاقواء اقتصادي وعسكري والأنباج ثقافيا يكفي أن تكون حضارة تؤسس نفسها على قاعدة التمدين الإنسية في هذه الحالة سوف يحصل فيها من الازدهار التقافي والاقتصادي والعسكري ما لا نهاية له وكلما قامت حضارة على قاعدة التمدين الإنسية تهيأت لا بالطبع لأن تكون تهيأت بالطبع بالطبع بطبعها لأن تكون الاقواء اقتصادي وعسكري والاندرش ثقافيا وانسجام مع قاعدة نشأة وقمة التحضر يلزم أن تنطوي ثقافتها الاجتماعية على عقيدة على عقاعدة قطبية وهي التي سوف أشرحها الآن وانسجام مع قاعدة نشأة التي هي قاعدة تمدين الإنسية وقمة التحضر وقمة التحضر أن القيام المشتركة بين الأقوام في أعلى مراتب المدنية والتحضر يلزم أن تنطوي ثقافتها الاجتماعية التي منتشرة بين جميع الناس على عقائد قطبية نسوق منها تبعا للمتخصصين في الدراسة الحضارية ما يلي هذه العقائد القطبية المنازمة لحضارة قاعدتها إنسية أي تجعل الإنسان في أعلى المراتب وليس بعده شيء وكل ما حوله وكل ما دونه ومن دونه ما دونه ومن دونه فهو في مصخر له أنتقل أولا الصعور بالتفرد والوحدانية هناك الصعور بالتفرد والوحدانية وبالاختلاف التام عن الآخرين من الأقوام الدونيين وباستحقاق السبق في الانتفاع بما في الأرض ومن عليها أنا الذي أستحق لأن أنا في أعلى هذا كلام منقول عنه خاصية التانية الانهماك في لثغ الأرض بنهام متصل المتواصل لثغ هناك المصطلح مصطلح اللث ما أخذ من الحديث الشريف أتيت جوامع الكلم وأنتم تلثغون الأرض ما معنى تلثغون أي تمتصون خيراتها بدون توقف أتيت جوامع الكريم وأنا زايد على الأرض أما أنتم فتلثغون الأرض لثغا هذا الحديث مروف صحيح الانهماك وهذا الذي حصل الانهماك في لثغ الأرض بنهام متصل متواصل وعدم الانتباه في الوقت المناسب إلى المخاطر بأي القادمة التي تودد الحياة على الأرض لا يلتفت لأنه هناك متكاثر أغفالت هم عن سعور بالمخاطر البيئية في الوقت المناسب عن المخاطر البيئية القادمة التي تهديد الأرض والحياة على الأرض هذا كلامهم الاقتناع التام هذه من العقائد الاجتماعية الاقتناع التام بأن المال المتوفر والتسجد المتواصل يسمحان بتجاوز كل العقابات السنخية الملازمة للنظام الحضاري المقام على قاعدة التمدين الإنسي ليس هناك شيء لا نستطيع أن ندركه كل شيء في الإمكان العقائد الخاصية الموالية الاعتقاد الراصخ بأن التطور الحضاري مرهون بالتقدم التكنولوجي الذي بفضله يتأتى الحصول على كل شيء ليس هناك شيء لا يمكن أن لا نصل إليه بدليل أن ما كان في الماضي القريب قبل المستحيل صار الآن حادي المألوف التغافل الخاصية الموالية التغافل عن قانون العمر البشري الذي يجب للحضارات المؤسسة مدنيا أعمارا متناهية كل حضارة مؤسسة على قاعدة مدنية فتخضع لقانون العمار المتناهية كأعمار البشر المحدودة إلا حضارة بدائما وخاصة المؤسسة مدنيا فهي تنشأ انشأة الأفراد ثم تأخذ في النمو بوطيرة متصاعدة حتى إذا بلغت الحضارة أشدها شارع نموها في مختلف المجال التي يتوقف تدريجي وهو الذي يحصل الآن وبسكونه التام يبدأ الانحدار الحضار المنتهي بالاندثار والانقراض ويقدر عمر الحضارات ما بين 200 و600 سنة عمرها كأعمار البشر الحضارات المؤسسة على قاعدة لا يلتفت هؤلاء لا يلتفتون يبدأ الوهن يتصرف يتصرف إلى حضارتهم ولا ينتبهون لانتصار عقدة بإمكاننا أن نفعل كل شيء بإمكاننا أن نصر إلى كل شيء بعض ما سرد أعلى من العقائد القطبية في الثقافة الاجتماعية للحضارة الإنسية كافين لتغذية التنوع وتغليبه على التدافع لا يمكن أن تكون هذه العقائد في حضارة وتتفاعل بالتكامل لا تتفاعل إلا بالإقصاء من ثغر قلت ولا يكون التفاعل الحضار عندئين من أجل سديما في حضارتين المتفاعلتين من ثغرات وإنما يكون قائما على قهر الحضارة الأقوى لما دونها من الحضارة الصغرى المصدعفة وهو الذي نشاهد حاليا اللغات انتقلوا الآن انتهيت من انتقلوا الآن إلى الميدان اللغ كيف هذا الذي تحدثنا عنه في الحضارات في قيامها وفي قواعدها وفي معتقداتها وفي ثقافاته الاجتماعية إلى غير ذلك كيف يؤدي ذلك إلى تأثير أن يؤثر ذلك في مجال اللغات وسأتحدث عن تأثير في مجال اللغات ثم سأركز على اللغة العربية اللغات بحكم وظيفتها التواصلية مع أهلها أو مع إرثيم الحضاري لأن اللغة لا نتواصل فيها فيما بيننا فقط وإنما نتواصل بها مع الإرث الحضاري بها نقرأ مخلفه صعب يلزمها أن تحافظ قلت تشكل أول ميدان لاحتكاك الحضارات المتغيرة ماهية والمتفاوتة نج وقوة هذا أول ميدان لتفاعل حضارات هذا أول ميدان الخصف نبدأ بها هو البوابة اللغات هو البوابة ليس لأننا نسق من القواعد التي لا تحمل من ثقافة لأنها تحملها حضارة فيها اللغة هي حمل هي هي ديوان حضاري فلذلك كامل تكون في بوابة تأثير التفاعلات الحضارية وهي الوسيلة المؤهلة أيضا لنقل حضارة من موطنها الأصلي إلى موطن غيرها على الأرض تنتقل الحضارات من مواطنها الأصلي إلى مواطن غيرها بواسطة اللغة لا تنتقل سائرة وإنما تنتقل بتسيل اللغة تركب اللغات دابتها اللغة فاللغة هي الوسيلة نقل الحضارات وهي الوسيلة المؤهلة لنقل حضارة من موطنها إلى موطنها غيرها على الأرض فاللغة إذن أول مكون في الحضارة المستهدفة يتلقى تأثيرات نوعية من الحضارة الوافدة أول عضو في الحضارة المستهدفة هو اللغة فالحضارة البنية عمراني على قاعدة التبديل الإلهية كحضارة القرآن مثلا يلزمها أن تحافظ على لغات الأمصار وتصونها من الاندفاع ولذلك ما هددت لغة القرآن لغة القرآن لغة مصر من الأمصار أبدا لغة القرآن تعايشت مع جميع لغات الأمصار وأفادتها معجميا وأفادتها كتابة وقدمت إليها ما قدمت وما دخلت لغة القرآن مع لغة مصر من الأمصار في سرع أبدا في طول طارق أبدا ولذلك تدخل العربية وتحافظ على لغات الأمصار تتركها كما هي ومن أراد أن ينتقل من الأقوام إليها كما فعلت أنا فلا بأس ولكن لا ترغم لغة على الزوال أبدا هذه لغته في الحضارة البنية عمراني على قاعدة مدين إليها كحضارة القرآن مثلا يلزمها أن تحافظ على لغات الأمصار وتصونها من الاندثار وأن تسعب إلى تطويرها أولا بنقل الشفوي منها إلى طور التدوين باستعمال الحر القرآني وثانيا بإغناء معجمها عن طريق الترجمة إلى اللغات الأصل وثالثا باستدماع فيها من الثغارات النسقية كانت صفية أو تركيبية وهو ما حصل مع لغات الأوروبية في الأندلس مؤخرا أثبت واحد من المتخصصين أن اللغة الإسبانية أول ما كتبت كتبت بالحرف العربي كانت قبل كانت لغة شوية أول ما كتبت كتبت بالحرف العربي فاستفادت وأخذ الإسبانيون يدوينون ما يدوينون بلغتهم باستعمال الحرف العربي وكذلك فعل في اللغات الأمازيائية في شمال إفريقيا وفي آسيا وعددها كبير عددها كبير الآن اللغات اللغات المكتوبة بالحرف العربي تأتي في الدرجة الثانية بعد الحرف اللاتين عدد اللغات المكتوبة بالحرف العربي يأتي في الدرجة الثانية معدن سلاخ عدد كبير من اللغات التي استبدالت الحرف كانت تركيا والمالوية ولغات كثيرة جدا كانت تكتوبه تكتوبه تدوينه بالحرف العربي وبعدها التغطي استعماري استبدالت الحرف إذن فالحضارة القرآنية عمدت لغة الأمصار طورتها وأضافت إليها وفي المقابل ليس من طبع الحضارات البنية عمراني على قاعدة تمديل الإنسية أن تحافظ على شيء من مقومات الحضارة المستهدفة ويكون البدء بمواصلة العمل الممنهج على إحلال اللغات الوافدة محل اللغة المحلية حيثما دخلت الحضارة قائمة على قاعدة تمدين الإنسية حيثما دخلت إلا وسعت أولا إلى إحلال لغتها اللغات المحلية والذي حصل في بلداننا المغاربية شاهد ومعروف إذ احتلال بلدان بالقوى العسكرية لا يدوم بغير احتلال الثقافة الوافدة لعقول المحليين من أهل الأوطان المستعمارات فالغزو العسكاري الدروري للتفوق العالمي ليس سوى فاتحة للغزو الثقافي بالتسلح فاتحة للغزو الثقافي المتسلح باللغة ولذلك لاحظوا الآن هذا التهافت الكبير على نشر لغة الكبار في الأوطان هنا والوسيلة لإحتلال العقول والوسيلة الوحيدة لإحتلال العقول إذا أردت أن تحتل عقلا وليس أرضا لأن أرض انتهى الآن احتلال الأرض انتهى الآن بعد التطور السلاح انتهى يمكن أن تحتل العقول بواسطة اللغة سلاح احتلال العقول هو اللغة وتكون اللغة بحملها الثقافي الآدات الناشعة لتطويع النفوس الأبية وحملها بلطف على الإذعان للواقع المستجدة وباللغة وما حملت يتأتى أيضا إغراء صغار النفوس بمزايا الانخراط في احتضان الواقع الجديد والدفاع عن صدق الأفكار التي تشكي منظمة الاستعمار وصيانتها بالنشر بين المترددين ومجادلة المتشككين حتى الاقتناع رهبة أو رغبة بأولياتها التالية النموذج الأوروبي أكفى النماذج الحضارية ولا أحد يشك ويقول غير ذلك أكفى النماذج الحضارية كما أن الجنس الآري عرق الأجناس البشرية يقولون ومن واجب العرق أن يمد الأدوان من الأهالي بالتغيب الثقافي هذه قاعدة للتمدين لغة خاصة ليس جمع اللغة التمدين للتمدين لغة خاصة تتمثل في لغات النموذج الحضاري الأكفر وكل مسعان إلى الانخراط في الحضارة العصرية بغير إحدى اللغات الأوروبية مآله الفشل لا محالة وفي كل دعوات إلى التمسك باللغات الأصلية حكمون بتأبيد الذات في التخلف والأفكار والعقائد المنتشرة التي ترتبط باللغة أنت عمسك بلغتك معنى ذلك أنك تريد أن تؤبد نفسك في التخلف إذا تعارضت لغة التمدين الوافدة مع لغة الوطن الأصلية واجبت غليب اللغة الوافدة لما تحمل من ثقافة عصرية تنقول الوطن من حضارة قديمة متكلفة إلى حضارة جديدة راقية هذا